بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الأول لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن تكلفة الصوفتوير تعالوا نشوف مع بعض بنقول في الصوفتوير كوستس أو تكلفة الصوفتوير بنقول إيا جماعة بنقول إن نخلي بالكم إن الصوفتوير كوستس يعني التكلفة اللي إحنا بنكلفها للصوفتوير عشان ننشئه عشان نبنيه عادة ما تحدد التكلفة الكلية لنظام الكمبيوتر يعني أنتم عارفين يا جماعة إن الكمبيوتر ده نوعين صوفتوير صوفتوير وهاردوير وهاردوير اللي تنلموا مع بعض بيدوا لكوست التكلفة الكلية لنظام الحاسب طيب بنقول بقى إيه بنقول إن طبعا إن الصوفتوير تكلفته تكلفة إنشاءه وتكلفة بناءه ها بتأثر تأثير مباشر على التكلفة الكلية لمين ها لنظام الحاسب الان ما يا جماعة وعادة عادة ما بتبقى تكلفة بناء وإنشاء الصوفتوير أكتر من تكلفة الهاردوير نفسه متخيلين يا جماعة إذن الصوفتوير كتكلفة تكلفة بناءه تأثر تأثير مباشر على التكلفة الكلية المين ها لنظام الكمبيوتر ككل جميل طيب بنقرأ مع بعض بقولك إن الصوفتوير كوستس أوفن كونترول كومبيوتر سيستم كوستس بيقول مع بعض طيب ده شيء الشيء التاني بيقول إيه بيقول طب افرض إن فيها عندك أنظمة عمرها طويل يعني طوير الأمد في العمل في الشغل طيب الأنظمة اللي هي إيه اللي هي إيه مدها طويل أو لونج طايم أو لونج لايف عمرها طويل تقريبا يا جماعة إن تكلفة الصيانة بتاعتها بتبقى أكتر من تكلفة بناءها يعني بتاعت تعمل لها صيانة لهذا الصوفتوير تكلفته بيبقى تكلفته أكتر تكلفة الصيانة أكتر من تكلفة بناءه نفسه عشان كده بنقول إيه بقى إن الصوفتوير كوستس مورتو منتين يعني بتكلف أكتر في الصيانة معايا طيب إمتى يا جماعة لما يكون عادة لما يكون أنظمة ذات عمره طويل هو إيه اللونج لايف عشان كده بنقول بقى إن المنتيننس في اللونج لايف ده يعني إيه يعني ممكن تكون أكتر أضعاف مضاعفة من تكلفة إيه تطويره وأبونيقه طيب علم الصوفتوير إنجينيرينج بقى يا جماعة بقول لك علم الصوفتوير إنجينيرينج يهتم بقى إيه إن أنا أنشئ أو أبني صوفتوير جديد لكن بقى إيه بأقل تكلفة بنسميها cost effective إذن الصوفتوير إنجينيرينج is concerned with يهتم بي cost effective software development أو إنشاء صوفتوير بأقل تكلفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر